طب انتي عارفة احنا بالنسبة لنا يمكن الترب الجزائري يبقى راي ليه ما سمعنا كيش بتغني راي؟ صح لانه معظم الناس عارفوا الفن الجزائري من خلال الراي لان عادنا فنانين علاميين علاميين صاروا مشهورين احبت نقول لك بس انه الراي التقليدي مختلف على الراي اللي بتسمعه المعادل صح الراي التقليدي عنده الات تقليدية وعنده هو شعر نحبوه كتير سخيني اقول لك على حاج انا ما باسمعي مثلا غنية عبدالقادر اما باسمعها بالتريو بفوديل والشاب خالد وكان مين تاني معايهم كان فوديل والشاب خالد ورشيدته الله يرحمه ما اسمعت الاغنية دي بقى زمان قوي بصوت واحدة انا مش عارفة اسمها يعذروني بس فعلا لقيت زي ما حاتك بتقولي المزيكة والتوزيعات والالات مختلفة تماما فازاي بجمال صوتك ده ما غنيتيش راي انا حبيت برك نوضح لك بلي في الجزائر عندنا عدة مناطق وكل منطقة لها خصوصيات في الغناء وفي الموسيقى مثلا انا من الجزائر العاصمة نسمع كثير الغناء الشعبي الغناء الشعبي اللي هو اغاني فيها شعر جميل مثلا الحج الهاشمي قروابي وانا من اصل امازيغي كذلك فعندنا موسيقى مختلفة اه طبعا وليسمع كثير الاندلوس موسيقى الاندلوسية موسيقى كلاسيكية مختلفين كثير على اللي سكنين في الغرب مثل بوهران اللي هوم يسمعوا الراي احنا في الجزائر العاصمة نسمع موسيقى مختلفة اللي هي الشعبي والاندلوسي والامازيغي طبعا والامازيغي كذلك مغنيتش امازيغي؟ غنيتش امازيغي غنيت عندي بعض الاغاني بس نبتغنيهاش خارج الجزائر اعتقد او فحفلت ولا يلا بغنيها 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 في اي منطقة بغنيها في فرنسا في اوروبا في امريكا بغني تعرفوا كمان غير كده هي نوع مزيكاتها حلو قوي اما بد تيجي تسمعيها حتى لو انت مش فاهمها ده اللي كنا بنقوله ان انت مش هزين تبقي فاهم معنا الكلمات بس تحسي بتطرب كده في الاغنية واللهي شكرا صح اللي عمره ما اسمع اللهجة الجزائرية بتتغنى ممكن تتجيها صعبة بعض الكلمات لكن انا لاحظت انه فيها خصوصا في مصر يعني حتى جيت الاول مرة كانوا الناس مصريين بيغنوا معايا يعني لما نسمحها عدة مرات نتعود عليها وجينا سهلة اشتركوا في القناة